دعا محافظ إدلب التابع للنظام ثائر سلهاب أهالي قرى وبلدة في ريف المعرى الشرقي إلى مراجعة مبنى الأمان العامة للمحافظة وذلك تسجيل طلباتهم حتى يتم تقييم احتياجاتهم الضرورية وتأمينها لضمان عودتهم إليها مضيفا في تصريح لإذاعة شام أفئم الموالية أن هذه الدعوة جاءت بناء على رغبة الأهالي متناسيا أن قوات الأسد وبدعم روسي هجرتهم منها عبر قصفها مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي سنوفر لكم الكهرباء والماء عودوا هذه الإغراءات الذي يدعى النظام على لسان محافظ إدلب ثائر سلهاب أنه سيقدمها للأهالي حتى يعود إلى عدة قرافير في إدلب والتي تسيطر عليها قوات الأسد متناسيا أن هذه المكرمة هي من أساسيات الحياة وليست من كماليتها وهي غير متوافرة وشحيحة أيضا في المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام منذ سنوات أو التي لم تخسرها ثائر سلهاب صرح لإذاعة شام إف إم الموالية بأنه بناء على رغبة الأهالي وبعد عدة لقاءات معهم سوف يتم تنظيم عودة المواطنين إلى قرى وبلدات الريف المعرى الشرقية التي سيطر عليها النظام في العام 2018 مؤكدا أن مدينة إدلب سيتم تحريرها ورفع علم النظام فيها على حد وصفه ودعا أهل بعض القرى لمراجعة مبنى الأمانة العامة للمحافظة التي تتخذ من مدينة حمام قرا لها لتسجيل طلباتهم حتى يتم تقييم احتياجاتهم الضرورية وتأمينها لضمان عودتهم لم يتوقف الأمر عند المحافظة التابع للنظام فقط ففي وقت سابق من آب الجاري دعا مدير سياحة إدلب في حكومة النظام ميمون فخر أهالي إدلب للعودة إليها واستعادة تراخيص محالهم ومنشآتهم وتقديم التسهيلات لهم لافتتاحها على الطريق الدولي مؤكدا أنهم يمتلكون أرشيف المنشآت بالكامل سؤال يطرح لماذا يدعو النظام الأهل في هذا التوقيت عبر أزلامه إلى العودة لمنطقة شرقي سكة الحجاز في إدلب التي هجرهم منها عبر قصفها بدعم روسية والتي انتهت بسيطرة الأسد على مطار أبو ظهور العسكري في كانون الثاني من العام 2018 وانتشار نقاط المراقبة التركية بحسب اتفاق أستانا لمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي أحمد رحل وهو معنا من إدلب أهلا ومرحبا بك بداية كيف تلقيتم دعوات النظام وهل لاقت صدى في أوساط المهجرين من تلك المناطق أهلا بك أخي وسام أهلا بالسادة المتابعين في الحقيقة هذه التصريحات مثلها مثل غيرها من التصريحات التي سبقتها طوال سنوات كثيرة يعاني أهالي إدلب والمهجرين بشكل عام الموجودين في المخيمات من ويلات التهجير وقسوته وكل ذلك في مقابل أنهم لن يعودوا إلى مناطق النظام أو مناطق سيطرة تلك الميليشيات الحاقدة التي حجرتهم من ديارهم قصفت منازلهم قصفت بيوتهم وبعد تهجيرهم تلك الميليشيات قامت بتفتيت أسقف هذه المنازل وهذه البيوت واستخراج الحديد منها وبالتالي تدمير كل ما تبقى من هذه المنازل تلك القرى التي ذكرها المحافظ في تصريحه جميعها بيوتها ومنازلها دون أسقف فإلى أين سيعود المهجرين واللاجئين وجودهم في المخيمات هنا أفضل لهم بكثير من عودتهم وهذا ما يقولونه نهيك على أن تلك الميليشيات الحاقدة ميليشيات مجرمة ليس لها أي أمان منذ فترة قصيرة عادت بعض العائلات مذكورة ومعدودة على الأصابع وصلنا خبر عنهم عن عودتهم إلى مناطق النظام وسط دعوات لهم من شبيحة النظام أو من ما يسمى في لجال المصالحات لأن يعودوا إلى مناطق سيطرة النظام بضمانات كاملة تخيل أنهم بعد أن عادوا تم اعتقال عدد منهم ومن بينهم نساء في منطقة خان شيخون وهم ما زالوا حتى الآن معتقلين فإلى أين سيعود اللاجئين لربما هذه التصريحات هي مجرد تصريحات سياسية أو له مآرب أخرى منها وإن كان تصريحه موجه إلى أهالي إدلب وأهالي تلك المناطق المهجرة الموجودين في مناطق سيطرة النظام فهم يعني يعدون على الأصابع فقط جميع المهجرين من تلك القرى وتلك البلدات موجودين هنا في إدلب المدينة وفي المخيمات مخيمات الشمال السوري بشكل عام وشاهدنا نحن المظاهرات في الفترة الأخيرة وأغلب نسبة أكبر من الموجودين في تلك المظاهرات كانوا من أهالي المخيمات خرجوا ردا على تصريحات شاويش أغلو وقالوا لن نصالح النظام لن نقبل في المصالحة معه يعني لن يقبلوا بموضوع التصالح والعودة يعني ضمن ضمانات دولية فكيف لهم أن يعودوا ضمن ضمانات من النظام المجرم فقط فهذا الأمر يعني معروف ومعلوم بشكل كامل طب برأيك هل فعل النظام ذروعه ضمن أوساط المهجرين لإقناعهم بالعودة إلى هذه البلدات أو هل فتح معهم قنوات رسمية للتحدث بشأن شروط وضمانات العودة الضفاضع وعناصر المصالحات والشبيحة وأزرع النظام موجودة في كل مكان ومنذ فترة 15 يوم أو أكثر جهاز الأمن العام في إدلب تمكن من القبض على عدد من المتورطين بهذه الأفعال وهذه الأعمال وأيضا في السنوات الماضية تم القبض على عدد منهم من مروجي المصالحات لكن الدليل واضح قلت لك بعض العائلات عادت معدودة على الأصابع ما يقارب 10 عوائل عادوا إلى مناطق سيطرة النظام تم اعتقال أشخاص منهم فهل هذا النظام يفكر فعلا في عودة آمنة للاجئين وبالتالي الجميع المهجرين في الشمال السوري المحرر بات واضح إليهم تلك المزاعم وتلك الافتراءات ومحاولات التدليس عليهم من قبل النظام المجرم وهم لن يأمنوه أبدا وأغلبهم من أهالي الثورة ومن شاركوا في قتال هذا النظام المجرم ومن شاركوا خلال سنوات الحرب لديهم شهداء لديهم معتقالين لديهم جرحة ومشردون في المخيمات منذ سنوات مقابل أن لا يكونوا تحت وطأة هذا النظام وتحت جناحه طب ما نسبة الدمار أو الخراب في البيوت والمساكن في تلك القرى والبلدات هل هي مدمرة بشكل كامل أو هناك دمار جزئي؟ كانت مدمرة بشكل شبه كامل قبل أن تدخل تلك الميليشيات إليها يعني قبل احتلالها وبعد تهجير الأهالي من تلك المناطق واحتلال تلك القرى والبلدات تلك الميليشيات ميليشيا إيران وميليشيا روسيا وقوات أبو شحاطة قاموا بإزالة الحديد من أسقف هذه المنازل يعني قاموا بتدمير المنازل بشكل كامل وهناك مقال وتقرير صحفي لتلفزيون سوريا في وقت سابق كان فيه صور مسربة لعمليات تكسير أسطح المنازل وعمليات هدمها بشكل كامل يعني مدينة سراقب تقريبا بأكملها مدمرة أو على الأقل الأسقف فيها والأعمدة مدمرة مدينة خان شيخون مدينة معارة النعمان القرى والبلدات المجاورة في تلك المدن والبلدات كلها نفس الحال وكل فترة يصلنا فيديوهات مسربة من تلك المناطق تظهر وتوحي إلى حجم الدمار والخراب الموجود فيها كذلك الأمر في الأراضي الزراعية التي تعمل تلك الميليشيات على قطع الأجار أجار الفسطق الحلبي وأجار الزيتون تلك الأجار التي عمرها عشرات السنوات يقومون بقطعها وأخذها كحطب لهم فما أدرك بهذه العصابة المجرمة التي اليوم تقول عودوا أيها اللاجئين أو عودوا أيها المهجرين عودوا يا أهالي إدلب سنؤمن لكم الحماية نظام يعني معروف نظام مجرم معروف بكذبه طب هل لديكم أي معلومات أو أعداد تقريبية للمهجرين من تلك المناطق جميع أهالي تلك القرى والبلدات بأكملها هجروا إلى مناطق الشمال السوري إلى المخيمات يعني اليوم نذهب إلى المخيمات تجد جميع أبناء خاشيخون جميع أبناء معارض النعمان جميع أبناء سراقب أنا أحدثك عن مناطق ريف إدلب باعتبار الحديث عن ريف إدلب ناهيك عن المحافظات الأخرى أيضا أريد أن ألفت انتباهك إلى أمر آخر وهو مهم أيضا ومتعلق في هذا الشأن يعني تخيل يوميا يوميا عشرات العشرات من المواطنين والمدنيين يقدمون من مناطق سيطرة ميليشيا الاحتلالين الإيراني والروسي إلى مناطق إدلب وكثير منهم يخرج تهريب إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا ومن جميع الطوائف المسيحي الدرزي حتى من العلوية والطائف العلوي أيضا يعبرون عبر مناطق إدلب إلى تركيا وإلى أوروبا بشكل يومي هناك العشرات منهم يعبرون فإذا الموجودين في مناطقه عم يجب يلجأوا لعنا أو يطلعوا على تركيا وأوروبا عن طريقنا فأين الناس ترجع؟ عم يقول كهرباء ومي كهرباء ومي موجودة بالقصر الجمهوري لحتى يوفرها للناس في المنازل والأدنية المدمرة في مناطقهم المحتلة في المخيمات يوجد ماء وكهرباء أكثر من مناطق النظام دعنا نتحدث بواقعية نعم لا أعلم مزعيمه بهذا الشأن بالتحديد تلك المنطقة يغلب عليها الطابعة لعشائره لربما كان يقصد ذلك أيضا في منطقة خانشيخون نفس الأمر منذ فترة كل فترة يروج إلى منطقة معينة لربما عناصر المصالحات تابعة له من تلك المناطق تروج لهذه الفئة بالذات في مناطق ريف إدلب ويريد أن يستفاد من هذه التصريحات في دعم مزاعمهم لتضليل المهجرين الموجودين في المخيمات نعم أشكرك جزيلا شكر الصحفي أحمد رحال كنت معنا من إدلب شكرا جزيلا لك ونبقى في الشمال السوري حيث يشهد موسم البندورة في ريف حلب الشرقي تراجعا ملحوظا على مستوى التموين المنزلي والمعاصر والبيع والشراء ترجمة نانسي قنقر